عباس أبو الحسن بطل كمال الأجسام؟ ولا الممثل؟ ولا السيناريست؟ ولا الموزيع؟ أعتقد يا مونة أن كل حاجة منهم كان لها فترة كنت أنا بنتمي لها أكتر وأن الواحد بيتطور فبيتطور فكره واهتماماته وميوله كلهم أنت؟ لكن هما كلهم أنا يمكن أكتر حاجة الموزيع اللي بالنسبة لي كبودكاست آه عباس أبو الحسن وجه وثلاث أقنع وجه وثلاث أقنع مبتسم وصامت وحزين عباس لما بيحب يخبي أي اضطراب حاصل في العوالم بتاعته وما يتكشفش اللي في النص الصامت الصامت لأنه هو بختار الغموض شخصية غامضة في الغموض فيه انتصال عن العالم وفيه انك بتحطي حيز لا يخترق حيز غير مرئي ان الناس ما تطرفش تعديه الناس دايما بتقلق من اللي ما تعرفوش من الشيء الغموض فأنا بلجأ دايما للشخصية الغموضة وربما الشخصية الغموضة دي كانت شخصية زمان كنت بحطها عشان تأخفي وراها ان انا بتكسف شاي خجول كنت بخبيها ورا الشخص الغموض دا كان سلاح بتحمي بي نفتك بالضبط فأنا بالنسبة الغموضة هو لما بكون الآن اللي هو شكله زعلان دا الحزين الحزين دا هو بالنسبة لي الشخص الشرس الأجراسيف وهي شخصية كنت موجودة فيها زمان جدا جدا أنا تخلصت منها الغاضب الغاضب الغضب وممكن ما يحسبش وبيعمل ايه وممكن يعمل اي حاجة ويدفع تمانها بقى بعدين فتخلصت منها لكن هي جزء من تكويني فأنا بعرف اطلعه لما يبقى الموقف يستدعي لأنه عكس تماما ما احنا متخيلين شخص يعني انت يا مونة انت تبقي طيبة بس مش في المطلق يعني طيبة لكن لابد ان يكون جواكي حد قوي وقاصي وحزم وقاصي كمان فيبقى للطيبة اختيار الناس دا اكسرت حاجة تأثيرا لكن انا لو طيب عشان ما عنديش حل ثاني الطيبة دي هيدوش عليا اه اذا كده مش طيبة دا كده ضعف بالزبط كده اذا طيبة مش اختيار وانت قادر على عكسه فهي ضعف الله عليك ما حدش بتعلم اطلاقا ولا بيعرفش يطور نفسه من ظلوف كويسة ظلوف كويسة ما متعلمش اي حاجة ده حقيق نجاح فلوس اي حاجة الحاجة اللي بتعلم هي الهزيمة والانكسار والقلم والخطأ حتة الدارك او حتة السودة اللي واحد نفق المظلم الواحد بينزل فيه وبيعاني منه هنا بيعيد تساؤل عن حياته كلها يعني الصعوبة والوجع والقلم هو اللي بيعيد صهرك من جوا بشكل اقرب لنفسه والذاته الحقيقية بالزبط المبتسم بقى ده هو الشخصية الحقيقية يعني وهي ده اللي بتخببه بقى انت ساعات عشان ما يتخذش ذا ده ده اللي كنت بتخببهه كتير سنين طويلة جدا لكن قدرت ان انا تاني ان انا شتغلت على نفس فترة طويلة قوي اني لاقيت حاجة من اغرب ما يمكن لان الحقيقية ان احنا كلنا نشترك تاني في نفس الدعف في نفسك اي وهو مش قادر تايدنتفاي معاك إلا لما يشوف جواك ضعف شبهة فيعرف إنك بنئاد ما زيه فتكتمعوا عليه فبيحصل كونكشن كونكشن بزبط كونكشن بقى أنت إنسانة زيه فنقدر تقفين حاجة مشتركة بقى فيه بوندنج إنساني أقوى وأعمق وأصدق والبوندنج بيحصل من مشاركة الحاجات الصعبة والحاجات لتعابتك في الحياة والحاجات اللي مش سهلة علينا نشاركها والحاجات اللي ما انتصابتش فيها وخطوات الصعبة اللي حصلت